اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ننتقل في هذه الحلقة إلى باب آخر من أبواب كتاب التوحيد من الكافي الشريف وهو باب حدوث الأسماء إن لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه الأسماء خلقها الله سبحانه وتعالى لحاجة الخلق إليها ليدعوه بتلك الأسماء وليست تلك الأسماء هي عين ذات الله وقد توهم بعض منتحلي الإسلام أن أسماء الله هي نفس الله سبحانه وتعالى مع أن الأسم هو غير المسمى الأسم ما يدل على المسمى يعني مثلا إذا رزقك الله ولدا هذا الولد هو هذا الإنسان الصغير المولود فأنت وضعت عليه اسما لنفرض أنك وضعت عليه اسم محمد فهل هذا الاسم الذي يكتب والذي يتلفظ هو متحد خارجا مع هذا الطفل أو يدل عليه الجواب من الواضح أن هذا الاسم يدل على ذلك الطفل وليس هو نفس ذلك الطفل ولذلك يمكن تغيير ذلك الاسم كما أنه الإنسان قبل أن يضع اسما على ولده هذا الولد موجود وليس له اسم ثم وضع عليه اسم فإذن الاسم ما يدل على المعنى وليس هو نفس المعنى لأن الدال يختلف عن المدلول فلأنه بعض منتحلي الإسلام زعموا أن الأسماء هي عين ذات الله سبحانه وتعالى لذلك تصدى الأم عليهم الصلاة والسلام لبيان بطلان هذا الزعم وأن هذه الأسماء هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وإنما خلقها بغرض وهو أن يدعوه به الناس وكذلك أغراض أخرى كما سيتضح من أحاديث هذا الباب الشريف في البداية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مراحل وكيفية خلق الله سبحانه وتعالى للأسماء الحسنى هذا الحديث الأول من هذا الباب الشريف بيان لهذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كيف خلق تلك الأسماء ومراحل خلق تلك الأسماء ففي البداية الله سبحانه وتعالى خلق اسما ولكن هذا المخلوق عظيم جدا بحيث لا تتحمله سماء ولا أرض وهذا المخلوق لم يكن كتابة الكتابة أنت تأتي بالحبر ثم تكتب بواسطة هذا الحبر هذه الأشكال التي تتشكل هذه أشكال تدل على ألفاظ وتلك الألفاظ تدل على معاني مثلا حينما أنت تكتب لافظ محمد ميم حاء ميم دال هذه أشكال هذه الأشكال تدل على لافظ يعني هذا الشكل المدور يدل على ميم هذا الشكل المقوس مثلا يدل على حاء ذلك الشكل المقوس الآخر يدل على دال فهذه الأشكال تدل على ألفاظ تلك الألفاظ تدل على معنى وهو هذا الإنسان المولود الآن مثلا الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإسم لم يخلقه من جنس الكتابة بحيث أنه يكون هناك صبغ أو شبح صبغ يكتب بذلك هذا الإسم وأيضا لم يكن ذلك الإسم ملفوظ لم يكن من سنخ الألفاظ لأن الألفاظ هي الصوت الخارج من مخرج الفم ليس كل صوت هو لفظ يعني إذا أنت صفقت يدك على يدك الصوت الذي يخرج من هذا الصفق لا يسمى لفظا وإذا حب الريح مثلا وسمعت صوتا من هبوب الريح هذا الهبوب وهذا الصوت لا يقال له لفظ وإنما اللفظ خصوص الصوت الذي يخرج من فم الإنسان هذا يسمى لفظا زين هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليدل على ذاته المنزهة هذا كما أنه ليس من جنس الكتابة لم يكن من جنس الألفاظ ولا من جنس الأصوات ثم هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هل يشبه سائر الأسامي كلا صحيح هو مخلوق لكنه مخلوق يختلف عن سائر المخلوقات فلذلك لاختلافه عن سائر المخلوقات لا يمكن أن تشبه ذلك الاسم المخلوق ليكون دالا على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تشبهه أن تشبهه بأي اسم آخر هذا الاسم مخلوق ولكن مخلوق من أي شيء مخلوق مادي لأنه كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من موجودات فهي مادية ولكن هناك فرق بين الأجسام المادية بعضها أجسام كثيفة لها جرم وبعضها أجسام لطيفة لا جرم لها يعني مثلا جسد الإنسان جسد الإنسان هذا مادي ومادة كثيفة متراكمة روح الإنسان أيضا مادي ولكن مادة لطيفة ولذلك الإنسان قد لا يشعر بالمادة اللطيفة بواسطة حواسه الظاهرية بل حتى بعض المواد الكثيفة أيضا الإنسان لا يشعر بها عبر هذه الحواسة الخمسة التي يمتلكها يعني الآن في هذه الغرفة مثلا وفي أي مكان آخر توجد أمواج الإذاعات وأمواج الفضائيات وأمواج الهواتف النقالة ولكن نحن بحواسنا الخمس لا نشعر بهذه الأمواج مع أن هذه الأمواج هي مادية ولكن من المادة اللطيفة أو هي بين المادة الكثيفة وبين المادة اللطيفة الجن مخلوق لله ولكن مخلوق من المادة اللطيفة الملائكة مخلوقون لله ولكن مخلوقون من المادة اللطيفة على كل حال ولا مجرد عن المادة سوى الله سبحانه وتعالى عكس ما يزعمه البعض بوجود المجردات سوى الله وهذا كلام يخالفه الأخبار الواردة عن الأم عليهم الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الماء وذلك الماء كان جنس جسم ومن ذلك الجسم المادي خلق كل شيء وأما زعم أن هناك مثلا الأرواح هي من المجردات الملائكة من المجردات فهذه لا يوجد لها لا دليل من العقل ولا من النقل بل الأدلة النقلية على خلاف ذلك فهذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليدل عليه هو جسم لأنه مخلوق ولكنه جسم لطيف ليس جسما كثيفا كالأجسام المادية التي نشعر بها عبر حواسنا هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الاسم هو ظاهر ولكن لا يمكن لأحد أن يدرك ذلك الاسم لماذا؟ لا لعدم ظهور ذلك الاسم بل لآجل أن الإنسان ليس له قابلية لإدراك ذلك الاسم مثلا الشمس حينما تشرق تضيء كل مكان الذي لا بصر له الأعمى لا يمكنه أن يدرك هذا النور لماذا؟ هل لخلل في الشمس وفي نور الشمس؟ أو لآجل عدم قدرة هذا الأعمى على التقاط نور الشمس؟ الشمس هي ظاهرة ولكن هذا ليس له قابلية لالتقاطها نعم الإنسان البصير الذي له بصر يمكنه أن يدرك نور الشمس بعينه ويراها فليس الخلل في الشمس وإنما الخلل في الذي فقد البصر وكذلك في الأمور الأخرى يعني الآن الأمواج الإذاعية والتلفزيونية الموجودة في هذا المكان وفي أي مكان آخر نحن يمكن أن نلتقط هذه الأمواج؟ لا لماذا؟ لأنه لا يوجد في جسمنا جهاز لالتقاط هذه الأمواج ولذلك الإنسان اخترع جهازا خاصا كالتلفاز مثلا والمذياع والهاتف النقال هذا الجهاز الخاص هو الذي يلتقط هذه الأمواج فلا يوجد في جسم الإنسان جهاز لالتقاط هذه الأمواج هذه الأمواج هي ظاهرة موجودة لكن لا نشعر بها لعدم امتلاكنا الجهاز الذي فاقد لحاسة السمع لا يمكنه أن يسمع الأصوات لا لعدم ظهور تلك الأصوات وإنما لفقدانه لحاسة السمع الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليدل عليه هو اسم ظاهر لكن الإنسان ليس له وسيلة لالتقاط ذلك الاسم إذا جاز التعبير لإدراك ذلك الاسم فلذلك هو الاسم مستتر ولكنه غير مستور هذا هو المقطع الأول من هذا الحديث الشريف فهذا الحديث الشريف يدل في البداية على أن الله سبحانه وتعالى خلق اسما ليدل عليه هذا الاسم ليس لفظا ولا صوتا وهذا الاسم ليس صبغا ولا لونا من جنس الكتابة هذا الاسم ليس من المادة الكثيفة وإنما هو جسم لطيف هذا الاسم لا يمكن تشبيهه بالمخلوقات الأخرى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق مثله شيئا حتى تشبه ذلك الاسم بذلك الشيء أو ذلك الشيء بذلك الاسم هذا الاسم عظيم جدا بحيث أنه لا يمكن لسماء ولا لأرض أن تتحمل هذا الاسم ولعظمته هذا الاسم لا يمكن حصره في شيء لأنه عظيم جدا هذا الاسم مستور عنا ولكن لا لأنه ليس بظاهر بل لعدم قابليتنا لإدراك ذلك الاسم هذا بيان أصل خلق الأسماء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما الاسم شنو هو ما يدل على المسمى الاسم يدل على معنى والاسم غير المعنى بل يدل على ذلك المعنى أنت مثلا حينما تسير في طريق تجد إشارات المرور هذه إشارات المرور تدل على معنى وليس هي نفس المعنى يعني مثلا مكتوب على هذه الإشارة مثلا المدينة الفلانية الفاصلة عنها مثلا عشرة كيلومترات هذا العلامة ليست هي نفس العشر كيلومترات هي تدل على الفاصلة بعشر كيلومترات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت يعني ليس الاسم من جنس الحروف حتى يكون صوتا هذا الاسم ليس بصوت وباللفظ غير منطق يعني ليس لفظا خرج من فم وإنما هو من جنس آخر وبالشخص غير مجسد يعني ليس هو من المادة الكثيفة حتى يتجسد في جسد وإنما هو من المادة اللطيفة وبالتشبيه غير موصوف لا يمكن تشبيه شيء بذلك الاسم وباللون غير مصبوغ يعني ليس من جنس الكتابة لأن الكتابة كما ذكرنا هي أشكال بالحبر أو الصبغ هذه الأشكال تدل على ألفاظ تلك الألفاظ تدل على معاني وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار يعني أقطار السماوات والأرض أصغر من هذا الاسم هذا الاسم أعظم منها بحيث لا تتحمله سماء ولا أرض الله سبحانه وتعالى يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فالمراد من الأقطار هنا هذه الأفلام العهد يعني أقطار السماوات والأرض أو الجنس يشمل كل الأقطار بما فيها أقطار السماوات والأرض فهذا الاسم عظيم جدا بحيث لا تتحمله سماء ولا أرض مبعد عنه الحدود يعني هذا الاسم لعظمته لا يمكن لأذهاننا أن تحده في حدود لأنه كلما سمت أذهاننا هذا الاسم فوق تلك ذلك المقدار الذي يصل إليه أذهاننا طبعا هذا الاسم هو ليس بمعنى أنه غير محدود واقعا الشيء الذي هو غير محدود فقط هو الله سبحانه وتعالى لا يحد بحد لكن كل المخلوقات محدودة ولكن أحيانا الحدود صغيرة وأحيانا الحدود بعيدة جدا بحيث أنه لا يمكن تصور تلك الحدود ولذا عندما يقول مبعد عنه الحدود يعني لعظمته لا يمكنك أن تصل إلى حد من حدوده محجوب عنه حس كل متوهم يعني أي إنسان يتوهم توهم أنت سر بذهنك توهم تصور 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 كل ما تتصوره هذا الاسم أعظم من ذلك نحن في بعض الأحيان حتى في الأشياء المادية حينما نسمع بشيء نتصور تصور ولكن حينما نرى ذلك الشيء نجد أن ذلك الشيء كان فوق تصورنا نتصورنا تصور لكن الشيء كان أعظم مما تصورناه هذا أحيانا يحدث حتى في الأشياء المادية العادية أنت تتصور مثلا شيئا لم تره لحد الآن بتوهمك ترسم له حدود بعدين عندما تشوفه تشوف له هو أكبر من تلك الحدود الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الاسم خلق هذا الاسم بعظمه بحيث أنه كل واحد يتوهم كل ما سار توهمه خياله والقدرة الخيالية للإنسان قدرة كبيرة جدا يعني أنت يمكن أن تتصور أشياء أصلا ليست بموجودة أشياء عظيمة جدا ولكن ذلك الاسم أعظم مما تصورته هناك في الحديث الشريف بالنسبة إلى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني إحنا شنو عد تصور عن الجنة كل ما نتصوره عن الجنة إذا المؤمن في يوم القيامة دخل الجنة يرى أن الجنة أعظم مما تصوره اسم الله سبحانه وتعالى المخلوق أولا هذا عظيم جدا كل ما تتصور فهو أعظم من ذلك بعد ذلك الإمام يقول مستتر غير مستور هذا الاسم مستتر ولكن لا لأجل أن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك الاسم لا الاسم ظاهر ولكن نحن ليست لنا قابلية لإدراك ذلك الاسم لأن ذلك الاسم أعظم من قوانا الإدراكية سواء حواسنا الظاهرية الخمس أو قوانا المدركة الباطنية من العاقل والواهم وما إلى ذلك من قوى الإدراك الباطنية كل ما تريد أن تتصور ذلك الاسم فذلك الاسم أعظم من تصورها وهذا كما ذكرنا حتى في الأمور المادية أيضا موجود الأعمى لا يرى الشمس لا لأن الشمس غير ظاهرة وإنما لأنه يفقد البصر والأصم لا يستمع الأصوات حتى الأصوات العظيمة لا لأنها مستورة بل لأنه ليس له قابلية في التقاط الأمواج الصوتية وهكذا في سائر الأمور إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول مستتر لكنه غير مستور الله لم يستره عنا نحن ليست لنا قابلية لإدراك ذلك الاسم هذه المرحلة الأولى من مرحلة خلق الأسماء فالله سبحانه وتعالى خلق اسما وبعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى جزأ ذلك الاسم إلى أربعة أجزاء وجزء منه يدل على كنه ذات الله وجزء منه يدل على صفات الذات والجزء الثالث يدل على صفات الجلال يعني الصفات الذي ننزه بتلك الصفات الله سبحانه وتعالى عن النقائص وما يعبر عنها بالصفات السلبية وجزء يدل على صفات الأفعال مثلا الله سبحانه وتعالى خلق طينة هذه طينة واحدة كانت ثم جزأ هذه الطينة إلى أجزاء خلق من جزء منها آدم ومن جزء آخر منها حواء وخلق سائر الناس من أجزاء أخرى من تلك الطينة هذا مثال ذكرنا حتى يتبين أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق شيئا واحدا ثم يجزء ذلك الشيء الواحد فالله في البداية خلق هذا الاسم ثم جزأه إلى أربعة أجزاء زين ما يدل على ذات الله سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه وتعالى لم يظهره لنا لماذا؟ لعدم قابليتنا لإدراك كنه ذات الله وقد ذكرنا في جلسات ماضية أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقيقة ذات الله لأن حقيقة ذات الله فوق إدراك الإنسان وإنما الإنسان يدرك آثار وجود الله سبحانه وتعالى يعني تنظر إلى المخلوقات وعابر هذه الدلائل تعلم بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن ما هي حقيقة ذات الله؟ لا يمكننا إدراكها وقد ذكرنا فيما مضى أن الإنسان حتى بعض الأشياء المادية لا يدرك حقيقتها وإنما يعرف آثارها يعني مثلا الوجود الوجود من أبدأ الأشياء لكن ما هي حقيقة الوجود؟ هذه مجهولة لدينا وإنما نحن نعرف آثار الوجود وقد ذكرنا فيما مضى مثال آخر الكهرباء شنو هي حقيقة الكهرباء؟ لا ندري ما هي حقيقتها نعم نعرف الكهرباء عن طريق آثارها من الإضاءة مثلا والتبريد والتدفع وما إلى ذلك من الآثار فإذا في الأمور المادية بعض الماديات حقائقها لا يمكن لنا أن ندركها فالله سبحانه وتعالى اللي هو خالق الماديات وهو العلي العظيم لا يمكننا أن ندرك كنه ذاته فالجزء الأول من هذه الأجزاء الأربعة بعد تجزئة الإسم إلى أربعة أجزاء هذا الجزء يدل على ذات الله لكن هذا بقي مستورا عننا لماذا؟ لعدم قابليتنا لإدراك كنه ذات الله سبحانه وتعالى إذا نحن لا يمكننا أن ندرك كنه ذات الله فلماذا الله سبحانه وتعالى خلق اسما يدل على كنه ذاته وهذا الاسم محجوب عنا الجواب ليس كل ما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه لنعلمه نحن كثير من الأمور لا نعلمها والله سبحانه وتعالى لم يخلقها لعلمنا وإنما الله سبحانه وتعالى خلقها بحكمته الله حكيم فيخلق الأشياء حسب الحكمة زين قد يكون الخلق لأجل أن نعلم وقد يكون الخلق لغرض آخر فهذا الجزء الأول ما يدل على كنه ذات الله سبحانه وتعالى وهذا محجوب عنه الجزء الثاني ما يدل على صفات الذات وهذه أظهرها الله سبحانه وتعالى لنا يعني مثلاً لافظ العالم العليم الحكيم السميع البصير القادر المقتدر هذه أسماء تدل على صفات ذات الله الصفات التي هي عين ذات الله ومرجع صفات الذات كلها إلى العلم والقدرة والحياة والاختيار فهذا هو الجزء الثاني مما يدل على صفات ذات الله الجزء الثالث ما يدل على صفات الجلال يعني ما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى المعبر عنها بالصفات السلبية يعني الله سبحانه وتعالى ليس بجسم الله سبحانه وتعالى ليس بمركب مثلا لفظ القدوس القدوس من صفات الجلال يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص هذا الجزء الثالث ثم الجزء الرابع ما يدل على صفات الأفعال يعني يرتبط بفعل الله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل الصفات الذات هي عين ذات الله لا فرق بين ذات الله وبين تلك الصفات فهي أزلية وصفات الفعل ترتبط بفعل الله فهي ليست بأزلية وإنما الله سبحانه وتعالى فعل وصنع وخلق وأحيا وأمات فلذلك تنتزع صفات الفعل من فعله سبحانه وتعالى هو قادر أزلا على الخلق من الأزل الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق ولكن في الأزل لم يخلق فلذلك هو في الأزل قادر على أن يكون خالقا ولكنه في الأزل لم يكن خالقا بمعنى أنه لم يخلق شيئا ولكن كان قادرا على ذلك فلما خلق الأشياء من فعله اللي هو الإيجاد انتزع الخلق فقيل له خالق وهذا تفصيله سيأتي في حديث لاحق إن شاء الله تعالى فالإمام يقول المرحلة الثانية في البداية الله سبحانه وتعالى خلق اسما ثم اسما واحدا ثم جزأ هذا الاسم على أربعة أجزاء وهذه الأجزاء في عرض واحد يعني الله سبحانه وتعالى عندما جزأ لم يكن هناك تقديم وتأخير مثلا في خلق الإنسان هناك تقديم وتأخير الله سبحانه وتعالى خلق آدم في البداية ثم خلق حواء ثم خلق سائر الناس بالتدريج وكل يوم الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا جديدا لكن بالنسبة إلى هذه الأسماء هذه الأسماء في عرض واحد خلقها معا يعني حينما خلق الاسم الواحد جزأ تلك الأسامي إلى أربعة أجزاء في وقت واحد لذا الإمام يقول فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء يعني كلمة تامة لها أربعة أجزاء ليس منها واحد قبل الآخر ثم بعد ذلك الإمام يقول فأظهر منها ثلاثة أسماء صفات الذات وصفات الفعل وصفات الجلال التي تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص فأظهر منها ثلاثة أسماء لماذا؟ لفاقة الخلق إليها الناس يحتاجون إليها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أدعوا ربكم تضرعا وخفيا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين أنت تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى تدعوه عبر هذه الأسماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب مثلا ثبت قلبي على دينك حينما تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى تدعوه بهذه الأسماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتدل على صفاته الذاتية وصفات الفعل وصفات الجلال فيه سبحانه وتعالى وحجب منها واحدا أما ما يدل على ذاته المنزهة على نفس الذات هذه ليست للخلق قابلية لإدراك ذلك الجزء لذا الله سبحانه وتعالى حجب ذلك الجزء ثم لهذا الحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة